بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الخامس من الشابتر الخامس بعنوان Application 3 نقطتين Missing View هنواصل نتكلم أو نشرح مسألة Missing View أو المسقط النقص في هذا المثال هناخذ كمعطى Elevation والRight Side View هنبحث على إيه؟ هنبحث على ال Plan لكن أول نقطة قبل ما نرسم ال Plan محتاجين نحدد أماكن المساقط عشان نحدد أماكن المساقط هنجمع 38 اللي هي إيه؟ اللي هي عرض Elevation مع إيه؟ مع عرض Right Side View اللي هي 30 هتعطينا كم؟ هتعطينا 68 68 دي هنشيلها من 200 ليه 200؟ لأنه عرض نصف الورقة بتاعنا هو 200 هنتحصل على كم؟ هنتحصل على 132 عندنا زي ما قلنا في المثال السابق عندنا ثلاث فراغات واحد اثنين ثلاثة لازم نقسم 132 دي نقسم على ثلاثة هنتحصل على كم؟ هنتحصل على 44 يعني إيه؟ يعني هناخذ مسافة مقدار 44 من الخط ده العمودي الخط الأخضر يعني المسافة دي 44 وننزل ايه؟ وننزل خط عمودي ده أول خط عمودي ده وبعدها هنروح مسافة 38 وننزل خط عمودي ثاني بعدها مسافة 44 نفس المسافة اللي وجدناها وننزل ايه؟ خط عمودي وبعدها ناخذ مسافة 30 وننزل خط عمودي وكده وجدنا الفراغات في الاتجاه الافقي باقي الفراغات في الاتجاه العمودي هنجمع 58 اللي هي ارتفاع الاليفيشن بتاعي زايد ايه زايد 30 اللي هي ارتفاع البلان ارتفاع البلان هو نفسه عرض الright side view كده نتحصل على كم نتحصل على 88 قلنا ارتفاع الورقة بتاعنا ده 247 نشيل منها 88 نتحصل على ايه نتحصل على 159 كمان هنا عندنا ثلاثة فراغات واحد اثنين ثلاثة هنقسم المية تسعة وخمسين على ثلاثة نقسم المية تسعة وخمسين دي على ثلاثة نتحصل على ايه على ثلاثة وخمسين بتمثل ايه الثلاثة وخمسين دي بتمثل الفراغ العمودي ده يعني هننزل 53 ونرسم ايه خط افقي ده اول خط افقي بتاعنا بعدها هننزل 58 ونرسم الخط الافقي الثاني بتاعنا بعدها نفس المسافة 53 ونرسم ايه الخط الافقي الثالث دي 53 المفروض واخر خط حيكون على مسافة كم على مسافة 30 وكده وجدنا اماكن المساقط بتاعنا مكان الاليفيشن الرايت سايد بيو وايه والبلان دي الزاوية 45 بتاعنا اللي هتساعدنا في رسم البلان بتاعنا خلينا الان نبدأ في عملية استنتاج البلان اول خط ظاهر ممكن نرسمه هو الخط اللي هنا تحت اللي هو بمثل ايه بمثل الخط اللي هنا في الاليفيشن والخط ده زايد ايه زايد الخط اللي فوق هنا لو نظرنا من فوق الخط ده والخط ده والخط ده هيعطونا ايه هيعطونا نفس ايه نفس الخط خلينا نشوف الخط هذا بمثل ايه في الرايت سايد بيو المفروض الخط ده بمثل ايه بمثل النقطة دي والخط اللي هنا ده بمثل ايه بمثل النقطة دي يعني المفروض الخط اللي رسمناه اللي هو مجموع الخط ده مع ده مع ده هيكون ايه؟ هيكون على مستوى ايه النقطة دي هذا اول خط في البلان بتاعنا بعدها هنرسم او هنجيب النقطة هذي وهنرسم الخط العمودي في البلان هذا الخط العمودي المفروض بيمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي هنا اللي هو في الright side view هنا ملاحظة الخط افقي في الright side view اصبح ايه في البلان اصبح خط ايه؟ خط عمودي ليه وضعناه بين الخط ده والخط ده؟ ليه؟ لأنه الخط هنا هو موجود بين الخط الاخضر ده والنقطة دي لهذا السبب وضعناه بين النقطة دي والنقطة ده عندنا تناظر في الرسمة زي الجزء اليمين زي الجزء الشمال ولهذا السبب هنعيد نفس الخط ده في المكان ده هنرسمه هو نفسه بسبب ايه؟ بيسبب ايه التناظر بعدها هننزل النقطة دي ونرسم الخط الصغير ده هذا الخط الصغير المفروض ده بيمثل ايه؟ بيمثل الخط المائل ده بيمثل الخط المائل من النقطة دي للنقطة دي هذا الخط المائل هذا خط مائل لو نظرنا من فوق كده هيعطينا ايه؟ هيعطينا خط افقي هنرسم نفس الخط من ناحية التانية من ناحية اليمين ده نفس الخط بتاعنا من ناحية اليمين بعدها هنرسم ده الخط العمودي اللي هو بيمثل ايه الخط العمودي ده؟ لو نظرنا في Right Side View هنوجد الخط هذا لو نظرنا من فوق كده الخط ده هيكون ايه؟ هيكون عمودي في ايه؟ البلان الخط هذا المفروض الخط هذا المفروض هيكون بين النقطة هذي اللي نزلناه على زاوية 45 وحيكون بين النقطة دي ولهذا السبب رسمناه بين المستوى ده والمستوى ده ليه رسمناه على المستوى الخط الاخضر ده؟ لانه النقطة دي بتمثلها ايه؟ بتمثلها النقطة اللي هنا كويس؟ عندنا تناظر اكيد هنرسم نفس الخط من الناحية التانية وبعدها هننزل النقطة اللي فوق دي هنا وهنرسم الخط الصغير اللي هنا ده اللي هو بيمثل ايه؟ الخط الصغير ده؟ بيمثل الخط المائل من النقطة دي للنقطة دي هذا الخط المائل لو نظرنا من فوق هيعطينا ايه؟ هيعطينا الخط الصغير ده الافوكي نفس الخط هيكون من ناحية التانية هذا نفس الخط وبعدها هنكمل نرسم الخط اللي هنا اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي فوق لو نظرنا في الاتجاه حيكون خط أفقي هنا والمفروض مكان الخط هذا في الرايت سايد فيو هو النقطة دي خليني الآن نجيب النقطة دي نجيبها كده ننزلها على زاوية 45 وبعدها نجيبها أفقي ويه ايه؟ ونرسم الخط العمودي ده الخط العمودي ده المفروض بيمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي هنا لو نزلنا النقطة دي على زاوية 45 حنتحصل على النقطة دي وبعدها نجيبها كده أفقي ننزل النقطة دي كده على زاوية 45 ونجيبها كده أفقي حنتحصل على مكان الخط ده اللي هو بيمثل ايه؟ قلنا الخط هذا بمثل الخط هذا اللي هو أفقي الخط الأفقي في الرايت سايد بيو أصبح خط عمودي في البلان نفس الخط هنرسمه من ناحية اليمين بتاع محور التناظر بتاعنا هذا الخط هو نفسه بعدها هننزل النقطة دي ونرسم نرسم الخط ده السولد المفروض الخط السولد ده بمثل الخط السولد ده بمثل المفروض الخط اللي فوق اللي هو موجود الخط ده اللي هو موجود على أي مستوى على مستوى النقطة دي شايف نزلنا هذه النقطة على الزاوية 45 وجبناها كده الخط ده لو نزلنا من هنا هيجي في النقطة دي ويجي في في النقطة دي وكده اتحصلنا على الخط ده اللي هو بمثل ايه بمثل الخط اللي هنا في Lillivation بعدها هنرسم الخط هذا العمودي المفروض بمثل ايه الخط العمودي ده بمثل الخط اللي هنا اللي هو خط أفقي في Right Side View الخط هذا المفروض بين ايه بين الخط الأخضر ده والخط ده يعني هكون بين الخط هذا والخط ده ولهذا السبب رسمناه بين الخط هذا والخط اللي هنا يعني عرفنا مكان الخط نعتمد على مسألة التناظر نرسم نفس الخط من الناحية التانية هنا وبعدها هننزل الخط اللي هنا من العصب النقطة دي هننزل كده خط ونحاول ايه نجيب النقطة الثانية من هنا عشان نحدد ايه مكان العصب هذا العصب بتاعنا عايزين نحدد مكانه المفروض حيكون بين الخط هذا وبين الخط ده يعني هنا حيكون خط أفقي في البلان حيكون خط عمودي على مستوى الخط الأخضر ده هو هذا الخط هذا الخط بيمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي هنا بيمثل الخط اللي موجود هنا نفس الخط هنرسمه من ناحية التانية نفس الخط هنرسمه من ناحية التانية ده عشان نبين الرسم العصب بتاعنا ونجمع الخطين ببعض وكده رسمنا ايه؟ رسمنا العصب لما نظرنا من ايه؟ من فوق عندنا هنا الخط ده الداش لو نظرنا من فوق هيقعد كمان خط داش لكن موجود على اي مستوى في البلان الخط هذا المفروض بتمثله النقطة دي يعني هننزل النقطة دي للزاوية 45 وبعدها نجيبها كده أفقي هيكون مكان الخط هذا الداش المفروض بين النقطة هذه والنقطة هذه يعني هيكون بين النقطة دي والنقطة دي ولهذا السبب رسمنا ايه؟ الداش لائن ده الداش لائن ده بيمثل ايه؟ بيمثل الداش لائن ده بعدها هنجيب الاستوانة بتاعنا نزلنا هذه النقطة تحت الاستوانة المفروض في ال right side view هذه موجودة هنا الاستوانة يعني بين المستوى ده والمستوى ده يعني هتكون على الخط ده ولكن ايه dash line هذه الاستوانة بتاعنا من ناحية تانية هنرسم نفس الخط هنا عشان نتكمل الاستوانة بتاعنا باقي ايه باقي المنظور اللي هو ليزومترك ان شاء الله هنبينه في الجزء القادم